مرحبا بك الأستاذة من كيس حجب نائب رئيس هيئة مخاليدة في غناة السلمانية أهلا بسهلا وشكرا على قناة السباة أهلا بك أربع يعتقد أنه مجرل العسكر من السلطة يمجر الأحلام وآخرين يعتمدون في كلامهم على مصريحة البرهان في خطاب الأمس تعليقين؟ في تقديري أنه خطاب الأمس قد طنقه أن نقاط عن الظروف يعني هو الخطاب بتاع أمتنا في تقديره هو إجهاد للفكرة التي كانوا شقالين عليها مجموعة الفرية والتغيير لأنه يعني هم وضعوا الاتفادة الإطارية معني بأشخاص معينين ومجموعة مكونات معينة يعني بحسب إطلاعي في الإعلام على الحاجات التي تطلع من الحرير والتغيير أنهم رابطين بعض الأجسام من الدخول في المسألة تحت الاتفاق الإطاري بالتالي الاتفاق الإطاري سيكون هو ما بين المجموعة العسكر ومجموعة الحرير والتغيير وهذا نفاهم بوهان بأن الاتفاق الإطاري مفتوح لكل المكونات مع هذا المؤتمر الوطني في تقديرك لماذا تم إلجاء ملف العدالة والعدالة الإنطارية في الاتفاق الإطاري؟ مسألة العدالة الإنتغالية هي العقبة التي ستكون أكبر أمام كل التسويات التي ستكون في إطار الاتفاق الإطاري أو الاتفاق الإطاري أو الاتفاق الإطاري للمسألة بتحت التسوية والحق فيها برجع لإنضاء الضحايا بالتالي ما بجوز للمجموعات الموقعة التي تتنازل عن الحقوق الخاصة وأصابع الاتهام بتشير للمجموعات داخل المؤسسة العسكرية بالتالي الإشارة إلى المؤسسة العسكرية في ارتكاب الجريمة لأنها وقعت في محيط المؤسسة العسكرية هي بيكون خطر بيهدد المجموعة بتحت الحكومة الأسي القائمة بالتالي أي اتفاق يعني على التسوية في إنه يتم التنازل عن حقوق المجموعات الشهد الذي يستشهد في اقتصام الغيادة أو الشهد الذي يستشهد بعد 25 أو حتى في الملف المعروض أمام المحكمة الدنائية ملف دار فور يعني إذا كان في تسويات حتى تم مربوطة بمسألة الاتفاق الإطاري أو مربوطة بالعدالة الإنتغالية فما بالجوز لأي كائن مكان أنه يتنازل عن حقوق الضحايا أو أسرهم في تغتيرك المبيئة الآن المساعدة لتحكي بالعدالة والتفاق المجموعات الشعب السوداني كله يتشوى إلى مسألة العدالة الإنتغالية نحن في سودان الجرائم من ألفين وثلاثة جرائم مريعة جدا وإنتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان يعني الإنسان دار فور ضاغ الأمرين انتغلت الجرائم حتى وسط إلى مرحلة المركز كما قلت في محيطة القيادة وفي كل المواكب كل الحاجات به أصلا تحتاج لعدالة الإنتغالية الشعب مهيئ لأنه ينتغل لمرحلة عدالة الإنتغالية لكن الجهات التي تقوم بتأسيس العدالة الإنتغالية في جزء منها يشير لي وأصابع الانتهام والعدالة الإنتغالية ما معناها التسوير وما معناها التنازل العدالة الإنتغالية عندها عدد أوجه منها الجنائي ومنها الغضائي ومنها شبه الغضائي فأصحاب الحقوق هم بالخيار ما بين إنهم هم يسلكوا الطريق الغضائي ويتصدر لهم أحكام في مواجهات الناس اللي ارتكبوا الظلامات والتكبوا الانتهاكات الفقوق في زويهم من حقهم إنه يطاربوا إنه يتبعوا اللسوبة الجنائي يتبعوا اللسوبة الجنائي أو يعني ينحوا المنحة بتاع جبرة الطرار ومنحة الجوديات بعدين كالعدالة الإنتغالية ذاته في السودان نحنا عدالتنا ما بتشبه العدالة التي تمت في الدول الثانية نحنا ممكن نستهدي بالصور بتاعت العدالة التي تمت في جنوب فريغيا في المغرب في كل الدول المجاورة ولكن نحنا في السودان محتاجين لتصميم فريم للعدالة الإنتغالية يشبهنا فريم ده مبني على المغروس الصغافي والاجتماعي بتاعنا فمرحلة المسألة العدالة الإنتغالية ما بكثير في سنة أو سنتين متطلبات كثيرة في جبر الضرر محتاج لبروش ومؤسسة عدالة الإنتغالية محتاج لتأسيس في مسح للمناطق التي تمت فيها الظلامات في تعويضات في حاجات كثيرة يعني نحنا كشعب سوداني الحقوق المفروض تجي حكومة فترة انتغالية يكون شغلها الشاغل إنها تأسس المفوضات تحت العدالة الإنتغالية هما أخفغوا في اتفاق سلام هما يعني ما كان الجانب بالزرق على التأسيس ده ما تناوله وهو أخفلت عنه الاتفاقية السلام جوبا الحقيقة هو نحنا نحدد شكل الحاجات الدائرين لنا لكن غالبا مثلا السودان السماري من أزمات التصادية كبيرة جدا العدالة الإنتغالية تحتاج لقروج ده الحاجات اللي يفروض الناس تفكر فيها إنه نحنا نعمل كيف يعني في يوقا ذا تم فرض في واحدة من الدول تغريبا يوقنا يعني تم فرض ضريبة حتى على الضحايا ذاتهم فرض الضرائب وجمعت الأموال دي وتم عوضوا بعض ضحايا حتى الضحايا ذاتهم كانوا يدفعوا في الصندوق بتاع الضريبة عشان بعد ذلك يمشي للمسائل بتاع التسويات بالتالي نحنا يعني المفروض في الفلين بتاع العدالة الإنتغالية حتى جبروا الضرر بتاع الضحايا الناس بتحدد موارده من وين ومنه اللي يدفعه وبتجي كيف ما هي يلا مثلا في نموذجنا نحنا كسودان سودان في ناس في الحكومة البايدة هم ارتكبوا ظلاماته ارتكبوا جرايب الآن المفروض يتم يعني بحث عن أموالهم والأموال ذاته ممكن يعوضوا منها المضرورين يعني في جبر الضرر ممكن نستخدم الأموال الآن نهيبت من السودان والآن يخاطب البنوك الخارجية الموجود فيها الأموال بعد ذلك ممكن تتخاطب البنوك وترجع الأموال بي استخدموها في جبر الضرر بالنسبة لضحاء تتكلم عن إنه مفروض يتم تسفاده من أموال أعضاء النظام السابق أو بعض نعم لكن الآن في أموال كيف تريد لأعضاء النظام أو تنظر أرسل أو كبير هو ما حصل في لجنة التفكيك وفي خطأ أنا واحدة من الناس بقول أنه أصلا كان من المفترض في قانون التفكيك إنه اللجنة بتاعت التفكيك هي يعني يدوها السلطات بتاعت النيابة وتفتح البلاغات لكن الغرارات النهائية تصدر من الغضاء يخلوا الحاجات بتمشي في الغضاء الطبيعي عشان ما يتم استرداده ما معناها الأموال الآن بزل الفقوم القائمة تم استرداده ما معناها إنه نازل ما ارتكبوا الجرائم مثلا بتاعت فساد ولا حاجة لا الحاجة حصلت ده في إطار الكيدة السياسي أنا في تقديري استرداد الأموال ده برضو ده مؤشر خطير لإنه ما زال أعوان النظام البايد موجودين في السلطة وما زالت يدينه مواصلة لإنه يعني يلغوا الغرارات دي والحاسن في جهاز القضايا ده دليل على إنه يعني ما زلنا نحنا في كنف النظام البايد يعني لسه ما في تغيير طيب في تقديرك ما هي شروط شروط النفوط التروكتر لتحجيل العدلة الإنتقالية في مواقع المساعدة؟ تمام في مناطق النزاع شروط كثيرة أول حاجة لازم يكون في تحول ديمقراطي حقيقي عشان نحنا نوقف الانتهاكات ما زالت بعد سورة نسمبر المجيدة للليلة التغيير بحصل هنا يعني في الخرطوم لكن في الولايات في مناطق النزاعات أصلا ما تعم في تغيير لسه اعوان النظام البايد موجودين في كل المؤسسات من أصغر زور لأكبر في المؤسسات موجودين لازم يكون تغيير تغيير مؤسسي حقيقي في إصلاح في المنظومة العدلية بالأساس يعني عشان انا اقدر احقيق عبال انتغالي لازم المنسومة العدلية على مستوى المركز يعني على مستوى الدولة كلها فيها خلل كبير جدا لازم يكون فيه اصلاح في المنسومة العدلية لازم يكون فيه حلول الآن في دارفور على وجه القصوص في ناس تم تهجيرهم ضربوا غراهم تهجيرهم من الغرة دي وهم هسي الآن موجودين في المعسكرات والاراضي الحقيقية بتاعتهم تم استيفاد آخرين من دول مجاورة ومنح الجنسية السودانية دي ما يسموا بالوافدون الجدد الآن دي بحمل الجنسية السودانية وقعدوا في محل النازحين بالتالي انت عشان انا حقيقة اقدر احقيق العدالة الانتغالية لازم انا اشوف خيارات حتى الجديدة النازحة حتى الوافد الجديدة طالما هو بحمل الجنسية السودانية انت برضه لازم توفر ليه مكان سكن توفر ليه حتة تانية عشان اذا اذا صاحب الارض الحقيقية هو مطالب بالرجوع لارضه بعد ما يحبسوا ليه فيها التنمية بالتالي في واحد تاني موجود في الارضه انت هتعمل ليه فلوما لم تكون في حلول حقيقية لمجموعة الوافدين الجدد وفي حلول حقيقية مربوطة بالتنمية بالنسبة للنازحين لأنه الآن النزوحة تم داع جوء النازحين قاعدين على هامش المدينة تقاعدين على هامش المدن في نيالا في الفاشل في الجنينة بالتالي في جيل جديد اتولد داخل المعسكرات الجيل الجديد دا بالرغم انه عايش على هامش المدينة ما بيقبليك انك تشيله وتوديه للمنطقة مثلا صحراوية منطقة ما فيها بنية تحكية ما فيها تعليم ما فيها صحة ما بيقبليك انت عشان هو ارجع تعمل ليه عوضة طوعية يا منابقو اول في البداية انت بتهيئ المناطب فيها بتوفر فيها للتعليم الصحة وهم بعد ذلك بالخيار انهم يرجع في تقديرك المتهمين بالخطر هل يمكن الحديث معهم مع المعلمين على العبارة؟ البنية النفسية بتعت الشعب السوداني نكار يعني يعني يفخروا بانهم ما يحترفوا بالحقائد يعني وما بيحبوا الاحتزار الشعب السوداني انا اشايفها بالرغم انه الطيبة برضو طي تلقاه في نفس الإصان البسيط الآن المجموعات بتاعت الله اللي ارتكبت الجنائم دي في دول في ناس جو كان مطلب الناس يقول لك انا ما داييربوش وانا ما داييرعدمولي لكن انت ممكن تجيبولي هو الزون دا انا اتضربت منه يجي في مجتمعي ويحكي يقول انا ارتكبت الجريمة الفلانية وباحتزر عنها لكن سغفت الاحتزار ذي احنا عندنا في السودان شوية صعبة يعني ناسنا ما بحبوها بالتالي هدي اشكالية كبيرة جدا انت بتحتزر معناها انت بتغير بيجريمتك الاغرار بتفعل ذاته وانت تحتزر عنه دي ده سلوك جميل جدا لكن كيف ان احنا نقدر نوصل مجتمعاتنا لمرحلة انك انت تحتزر وتحترف بزنبك الاحتلاف ذاته واحد من الاليات تحت تحقيق العدالة الانتغالية يعني اذا المجموعة الان الجرائم في دارفور اتقابت الماليشيان ومنهم على وجه الخصوص ماليشي الدعم السريح والقوات النظامية هل قيادات الدغوات النظامية والدعم السريح في مقدورهم ايجوا يغيرهم واحترفوا بانهم يتكبوا الجرائم ذو باحتزروا منا ما في سقة بين الشعب السوداني فممكن اقول لك انا اذا انا احترفت الضمانات شوني انت ما ممكن تمشي توديني تحتبروا دي اغرار منه تمشي توديني بعض القيادات الانتكلمت عنهم يقولوا انها تصرفات فردية بالتالي لا يمكن نرسيقها على الهوة نافا ماطح تصرفات فردية بذليل اذا مثلا غرياء تضرب غير رياء بالطيران يعني يكون واحد من الضباق سايد الطيارة وشلي سلاحه يمشي من الطرطوم هنا او من اي قاعدة يضرب الغرياء ويجي راجع ما لم تكن في اوامر كلام ما منطقي قصة تصرفات فردية هي في نزوح تهجير لناس من غرب اسرها في مجازل في اختصابات تمت لمجموعات منطقة ثابت في يوم واحد تم اختصاب مئتين امرأة ده ما سلوك فردي من قبل قوات نظامية كيف يكون سلوك فردي؟ العدالة من شعارات سوريا في يسمبي البحث يعتقد ان الحرير والتغيير فرطت في هذا الملف؟ حقيقة انا بلوم الحرير والتغيير لانها تعاملت باستهتار مع ملف العدالة حقيقة يعني ومش مع ملف العدالة مع كل الملفات يعني كان الهم الاول والاخير هي مسألة بتحت المحاصصة السياسية كانت سنتين الاوائل كانت الناس مشغولة بالقصة بتحت المحاصصة السياسية واهملوا ملف العدالة وزي ما قلت لك الاصلاح المنظومة العدلية هو دي اول الخطوات في تحقيق العدالة الان احنا بنعاني من فساد وإفساد داخل فساد اجرائي وإفساد داخل المنظومة العدلية بالتالي دي اشكالية كبيرة مالا يتم اصلاح للمؤسسات ما هيكون في عدالة والحرير التغيير حقيقة فرطت في الجزئين عن غفلة ولا تعمد لا انا ما بقول تعمدا لكن بقول هم عن غفلة لان هم يشغلوا بمسألة المحاصصات رغم انه في خبراء قانونيين هم في خبراء انا بقول في خبراء لكن ما كانوا مشركين كل الناس كان الحاجة شغالية في غطاء السياسي يعني فقط كان الناس اول ما دخلوا في حمدوب كان التفكير كله بدليل انه في الوقت ترفيه الجانب العسكري كان بيغوض عملية السلام بغيادة حمدتي والمنظومة العسكرية معاه هم يعملوا في ترتيبات السلام والمجموعة تحت الحرير التغيير كانت ما في وادي والمجموعة في وادي بدليل انهم كانوا يعني بتشاكلوا في قصة المحاصصة الوقت الآن لم تعد قصة المسألة في کاقتك